في مرحلة ما يمرض الجميع تقريبا بالبرد نزلات البرد تحدث بسبب فيروس مما يعني أن المضادات الحيوية ليست علاجا فعالا لهذا المرض هذا العلاج له تأثير فوري وصنعه بسيط جدا كما أنه يساعد على تخفيف الاحتقام في الصدر وغالبا ما يكون بسبب التلوث والإنفلوانزا أو العدوى الفيروسية وأيضا يحتوي على كمية عالية من فيتامين سي ومضادات الأكساد الطبيعية التي تعزز جهاز المناعة وله خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا كما أنه يقلون الدم والبول من خلال تشكيل بيئة قلوية في الجسم والذي يغير قليلا الرقم الهيدروجيني كل هذه العوامل تشير إلى أن هذا العلاج المنزلي هو واحد من العلاجات الطبيعية شبه مثالية لتعزيز جهاز المناعة ومحاربة البرد أو الإنفلوانزا أولا قم بعصر نصف ليمونة وفي كوب فارغ ضع نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ثم يضاف عصير الليمون الطازج بعد ذلك املأ الكأس بالماء الدافئ ثم قم بمسجه جيدا دعه لمدة خمسة دقائق ثم اشرب هذا العلاج المنزلي ثلاث مرات في اليوم كرر في اليوم التالي إذا لزم الأمر نشكر متابعتكم اضغط لايك واشترك في قناة Creative Aid للمزيد من المقاطع المنوعة والشيقة